نتنوى اليوم بقصة خبر الأنباء الواردة من فييتنام عن السلالة الجديدة من كورونا التي تنضم إلى أربعة متحورات أدرجتها منظمة الصحة العالمية ووصفتها بالمثيرة للقلق ما الذي نعرفه حتى الآن عن النسخة الفيتنامية من كورونا وكيف تم اكتشافها وفق الأنباء الواردة من وزارة الصحة الفيتنامية فأن الأطباء فحصوا التركيب الجيني لفيروس أصاب بعض المرضى الجدد واكتشفوا نسخة جديدة تعد مزيجا بين السلالتين التي تم العثور عليهم لأول مرة بالهند وبريطانيا وزارة الصحة الفيتنامية قالت أيضا أن المتغير الجديد قد يكون مسؤولا عن الطفرة الأخيرة في فييتنام التي انتشرت في ثلاثين بلدية ومقاطعة في البلاد من أصل ثلاث وستين ولاحظت فييتنام بالأسباع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات وصل إلى أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة إصابة جديدة مع ارتفاع في عدد الوفيات كيف ستزيد هذه النسخة من خطورة الوضع الوبائي بالعالم؟ العلماء يتخوفون بشكل عام من أي طفرة تحدث للفيروسات فالطفرة هي تغير بترتيب المادة الوراثية للفيروس وبعض هذه الطفرات قد لا يترك أثرا في الفيروس ولكن بعضها الآخر قد يؤثر بقدرتها على الانتقال والعدوى وقد يزداد تركيز الفيروس في سوائل الحلق بسرعة وهذا ما لاحظه العلماء بالنسخة الفيتنامية من الفيروس التي تنتشر بسرعة في الهواء وبعض التفرات قد تسمح للفيروس بالهروب من الجهاز المناعي وهذا ما يفسر أيضا سبب انتشاره بقوة بفيتنام البلد الذي معروف بأنه بيطبق تدابير وقائية صارمة من انتشار الفيروس بمارس من العام الماضي السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل ستظل اللقاحات فعالة تجاه هذه المتحورات؟ اللقاحات الحالية صممت بالاستناد لمواصفات السلالات السابقة من فيروس كورونا ولكن العلماء بيعتقدوا أنه يجب أن تستمر بالعمل على الرغم من أنه قد لا تكون فعالة بنسبة كبيرة ويقول الخبراء أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن إعادة تصميم هذه اللقاحات وتعديلها حتى تكون فعالة بشكل أفضل بخدون أسابيع أو أشهر إذا لازم الأمر كما هو الحال مع الإنفلونزا بحيث يتم أعطاء حقنة جديدة كل عام وفق التغيرات بفيروسات الإنفلونزا المنتشرة أكيد بنهاة المطاف الحل الوحيد لمواجهة هذه التحورات المختلفة بتوسيع حملات التطعيم ومش بس توسيع تسريع قدر الإمكان وذلك كي نتفذى تحور الفيروس وأيضا فرط تحديات جديدة على اللقاحات الموجودة والتي أثبتت فعاليتها حتى الآن ترجمة نانسي قنقر